أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى مريض للكائنات مدبر للحادثات فلا يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شر نفع أو ضر إيمان أو كفر عرفان أو نكر فوز أو خسران زيادة أو نقصان طاعة أو عصيان إلا بقذائه وقدره وحكمته ومشيئته فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقدائه ولا مهرب لعبد من معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته فلو اجتمع الانس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك أقول لا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته فلو اجتمع الانس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادة الله ومشيئته لعجزوا عن ذلك وإن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فوجدت في أوقاتها كما أراد في أزله من غير تقدم ولا تأخر بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير دبر الأمور لا بترتيب أفكار ولا تربص زمان فلذلك فلذلك لم يشغل الله شان عن شان أما بعد أيها الأفاضل الكرام أيها الأحباب الأعزاء أخوكم صاحب قناة الرائدة في الروحانيات جاءكم اليوم بضرس جديد في هذا الشريط ألا وهو حل الثقاف وتبطيل السحر حل الثقاف عن الذي تقف عن العمل أو عن زوجه أو عن الزواج أو غيره أو عن العمل وتبطيل السحر المعمول انظروا يكتب على أصابع العارض الذي هو مسحور أو متقف فقج مخمت هذه الحروف فقج مخمت مخمت يكتب على أصابعه على أصابعه ثم أدخل النوراني هذا في بيت السر ونور على نور والظلمان في بيت السجن وهذا الوفق المتلك معروف الذي مفتاحه أربعة وثلاثون ومغلاقه اثناني وأربعة أربعة وثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون سبعة وثلاثون تمانية وثلاثون تسعة وثلاثون أربعون إحدى وأربعون إثناني وأربعون وهنا لكي تعلموا وتعرفوا بأن هنا هذا الأربعين بالميم الميم والثمانية بالحق والثلاثين باللام والستبلو والثلاثين بالله هي محلول محلول يحل عنه اتقاف ويبطل عنه وتدير بها قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دك وكان وعد ربي حقا هكذا تحيط به لا يعطون أكما لكن أين يكمن السر أن تكون الخانات كما أقول دائما متساوية الأضلع كل خانات تساوي أختها التسعة خانات يكون مستوية فإذا جمعناها نجد هذا العدد جامع لهو عدد صور القرآن باسم الله جامع الذي هو فيه 114 هي عدد صور القرآن كلها داخل في هذا الوفق لكن بيت السر تقرأ عليه هذا 41 بسم الله الرحمن الرحيم 41 مرة وأنت واضع السبابتك سبحان الله 41 لا إله إلا الله كذلك 41 الله أكبر 41 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 41 الصلاة على النبي بأي طريقة بأي صيغة أردت اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه هكذا 41 وهنا أخذنا من أين أخذنا النوراني أخذناه من الطاء المغلاء 42 ومن القطب 38 ومن المفتاح 34 ومن بيت الماء هنا 41 جمعناهم كما ترون هاي أعطتنا 155 أضفنا إليها شتمين أو غاتامين عند المشارق نحن نقول شتمين المغاربة 1440 زدنا عليها أعطتنا 1595 طرحنا منها 41 عدد إيل ها هو واحد للياب العشرة اللهم 30 هي 40 41 هذا هو 41 وفقت عددنا 1554 الالف بالشين 500 حرف المعجامة والخمسين بالنون والأربعة بالدال شتنا دائل شتنا دائل شتنا دائل أما الظلماني يأخذوا من الخانات الأخرى من الباء اللي هي 35 والدال اللي هو 37 والواو 39 والزي 40 إذا جمعناهم أعطونا 187 أضفنا إليه كذلك عدد شتمين أو غتامين أعطتنا 1637 طرحنا منها عدد إيل اللي هو 41 منهم من يطرحوا منها 51 ولكن السر هنا في 41 هكذا هذا والسرف هذا بيت السر 41 فمن يطرح منها 51 فعمله باطل لا يصلح فإذا استنطقنا 1586 الألف هي الشين 500 كذلك الثاء المعجمة بحالة بحالة 80 بالفاء والست بالوو شت فوائل هذا هو الظلمان هذا هو الظلمان فيا إخواني من كتب هذا بمداد طاهر أو على صفحة من الدون اللي هو الرصاص وطفاها تحت المسحور أو المتقاف فإنه ينحل عنه التقاف وتبطل عنه السحر لكن ذلك يجب أن يعمل لمدة سبع أيام لمدة سبعة أيام صلي يا رب على الذات العظمى مكملة أهل النور الأسنى قطب دائرة العالمين واسطة عقد الأنبياء والمرسلين صفوة الدنيا والآخر والدين صلي يا ربي على برهانك القاطع ونورك الصاطع وارث الخلافة الكبرى وإمام الدنيا والأخرى ذي اللواء المعقود والسر المشهود والمقام المحمود والصراط المستقيم الممدود والحوض المورود والكوتر الجاري والنور الساري ملك الكمالات وسلطان البدايات والنهايات صلي يا رب يا مولاي على أحمد كل عالم ومحمد كل مقام من خلق آدم جامع القرآن المتصف بصفات الكمال في كل آن وأوان صلي يا مولاي على سيدنا محمد البر الرحيم المهيمني الجبار العزيز الرؤوف السيد البدري من أقسمت بحياته الدائمة وعزته القائمة الفاتحي الخاتمي الشافعي الأمين على أسرارك الجوامع الحاشر لأهل الخير للجنان ولأهل الشر للنيران الذي تم فيه مظهرك بكل زمان والقائم بكل مقام بكمال الامتنان الخاتم لرسلك قال كرام المحيطي بمواد الأنعام واحفظنا واغفر لنا وارحمنا يا مولانا وارحم والدينا وارحم من علمنا ونجينا من الزلازل والبراكين والعلل والأمراض احفظ ملكنا وشعبنا وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين أينما حلوا وارتحلوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام